اللّه 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 يعرفون أن معارضة الحكومة والميليشيات تعني المخاطرة بالحياة قتلاً أو اعتقالاً أو تغيباً لكنهم مسرون على متابعة ثورتهم التي رسموا خطوط مسيرتها حتى إسقاط النظام بكل رموز هكذا اختارت صحيفة لوموند الفرنسية أن تعرف المتظاهرين المعتصمين في الساحات منذ ما يقارب ثلاثة أشهر الذين قويت قلوبهم وباتت لا تعرف للخوف طريقة الصحيفة الفرنسية اختارت مبنى المطعم التركي عنواناً لصمود المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغدد حيث يعتصم المتظاهرون في طوابقه المطلة على الساحة بشكل مباشر من أجل حماية إخوانهم في ساحة التحرير من أي اعتداء قد يكون البناء هذا مصدره كما حصل في وقت سابق هؤلاء المتظاهرون تقول الصحيفة إنه لا فرق بين أحدهم وآخر لا بالدين ولا بالمنطقة التي جاء منها وقد انصهرت طموحاتهم وباتت تنشد مطلباً واحداً وهو وطن يستوعب وينصف الجميع خال من الفاسدين والأحزاب السياسية التي حكمت العراق منذ ما يزيد على 16 عاماً وعاثت فيه فساداً تسبب بدمار حتى الجذور بدوره وصف موقع ميدليست آي البريطاني التظاهرات في العراق بالأكبر والأكثر ديمومة في تاريخه الحديث ميدليست بيّن أن التظاهرات بدأت صغيرة نسبياً في تشرين الأول الماضي لكنها سرعان ما تحولت لحركة جماهيرية كبيرة تعارض النظام واجهتها السلطات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها بعنف مفرط أدى لسقوط أكثر من 500 قتيل وجرح الآلاف من المتظاهرين بحسب الموقع واليوم لا تزال المواجهة والمساومة متواصلة بين الشارع والجماعات السياسية التي نصبت عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء العام الماضي وهذه الجماعات بحسب الموقع لا تزال تملك القدرة على ترشيح رئيس وزراء جديد وتحديد مسار البلاد وستعمل على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال تغييرات شكلية فقط في النظام لا تصيب بأي ضرر النخبة السياسية الحاكمة التي وجهت موارد الدولة لشبكات المحسوبية والميليشيات التابعة لها وتعتمد في بقائها على ترسيخ نظام المحاسسة وتقاسم السلطة